انضم إينا من العاصمة الأمريكية واشنطن رامي جبر مرسل القاهرة الإخبارية أهلا بك رامي يعني ما هي التفاصيل المعلنة حتى الآن من قبل البيت الأبيض حول هذه المكالمة مرحبا منذ قليل أعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكانت هذه المكالمة بهدف مناقشة الأوضاع والتطورات الأخيرة فيما يخص غزة والحرب الموجودة هناك بداية الرئيس الأمريكي ناقش مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الاتفاق المطروح حاليا على الطاولة وللوصول إلى هدنة في غزة والإفراج عن المحتجزين هذا الاتفاق الذي علمنا مثلما قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين وأعلن اليوم من السعودية أن هذا الاتفاق أصبح الآن جاهزا وهو مطروح على الطاولة وهو الآن أمام حركة حماس وحماس هي التي بيدها الآن أن توافق على هذا الاتفاق وتضعه قيد التنفيذ واصفا الاتفاق بأنه كان في غاية الكرم أو في غاية السخاء على حد وصفه من جانب إسرائيل عودة إلى المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس عبدالفتاح السيسي حيث قال بايدن إن مصر وقطر ستعملان معا ومع الولايات المتحدة على ضمان التنفيذ الكامل لبنود اتفاق الهدنة المزمع في غزة كذلك بايدن أكد لأسيسي ضرورة العمل على الإفراج عن المحتجزين باعتبار أن مسألة الإفراج عن المحتجزين يعتبرها بايدن هي العقبة الوحيدة أمام التوصل لاتفاق الهدنة في غزة وبالتالي تدفق المزيد من المساعدات في لئة القطاع كذلك بايدن اتفق مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين وأكد ضرورة عدم تهجيرهم خارج قطاع غزة إلى مصر أو إلى أي مكان آخر وهنا يؤكد بايدن الرؤية الأمريكية في رفض تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة وهي المسألة التي أكد عليها أكثر من مسؤول أمريكي وأكثر من مرة أيضا خلال الفترة الماضية كذلك ناقش الزعيمان الجهود الرامية إلى زيادة تدفق المساعدات على قطاع غزة وتوجه بايدن بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده الحتيثة والتزامه الشخصي بوصول المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة وفي النهاية اتفق الزعيمان على ضرورة استمرار التواصل بينهما ومن خلال فريقهما على مدار الأيام المقبلة أملا في الوصول إلى اتفاق للهدنة ووقف إطلاق النار في غزة يترتب عليه خروج المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع بالإضافة إلى زيادة تدفق المساعدات للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة نعم رامي جبر مرسل القاهرة الإخبارية شكرا لك كنت معنا من واشنطن اشتركوا في القناة